الفلو لايف جديد على فالجولد.com واللي النهاردة هنتكلم فيه طبعا عن فوز الزمالك على بيرامدز على فيوتر أسف وتعادل بيرامدز والصفقة بتاعت أحمد القندوسي اللي أتمها الأهلي قبل ما يسافر إلى كأس العالم الأندية ولو إن القندوسي مش هيكون موجود علشان الأهلي تركه للمنتخب الجزائري المشارك في كأس الأمم الأفريقية للمحليين أنا أحمد عز الدين وده اللايف الأسبوعي اللي بنتفرج عليه على فالجولد.com واللي هنبتديه بمباراة الزمالك وفريق فيوتر طبعا النقطة الأساسية إن الزمالك كان داخل في دوامة دوامة مرتبطة بإن جزالد فرارة مغير مراكز اللاعبين وعمل تاكتك عامل طريقة لعب اللي هي 3-4-3 وبعد كده غيرها 4-3-3 وابتدى الفريق شوية يبقى عنده أزمات في التوظيف زي عمر السيسي وعدم قدرته على توصيل اللعب من الخط الخلفي للخط الأمامي زي إن الجناحين بتوعك علشان يقوموا بالأدوار بتاعتهم في فتح الملعب كنت ما عندكش لعيبة خالص داخل منطقة الجزائي تساعد رأس الحربة زي إن خط الظهر بتاعك بقى مستباح بسبب إن اللعيبة الاتنين اللي ارتكاز بتوعك إمام عشور وعمر السيسي متقدمين عن دونجة وسيبين دونجة على الدايرة الوحدة دول تلات مشاكل كابتن أسامة نبيه كان لازم يحلوهم في مباراته الأولى واللي حصل إن كابتن أسامة نبيه عمل ريستارت ده بالضبط الوصف اللي ممكن نقوله لما الكمبيوتر بتاعك أو التليفون بتاعك بيهندك بتعمل إيه؟ ريستارت عمل ريستارت للسيستم غير شكل طريقة اللعب بتاعه تماما غير الستركشور رجع لطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد اللي هي تعتبر أسهل وأبسط طريقة في التطبيق بالنسبة للعبين لو هيلعبوا جيم هجومي أو لو هيلعبوا جيم دفاعي مش حاجة في النص وبالتالي كان زكيف إنه هو يختار طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد ويوظف إمام عشور على الدايرة النقطة دي تتحسر جدا لكابتن أسامة نبيه الفكرة إن كابتن أسامة قدر إنه يحقق أكبر من هدف ويستطاد أكبر من عصفور النهاردة و أكتر من عصفور برصاصة واحدة النقطة الأولانية إنه هو وقف نزيف الزمالك في إهدار المباريات النقطة التانية إنه قدر إن اللعيبة يريحها في أرض الملعب مرة تانية فياخد منهم أحسن مردود ممكن الحاجة التالتة إن اللعيبة أدركت المسئولية الكبيرة اللي عليها في إنها تحاول تخرج الفريق من الأزمة بتاعته بدليل إن أحمد سيد زيزو عمل سبرينت دفاعي بقالوا كتير معملوش مصطفى شلبي ناحية الشمال عمل سبرينت دفاعي أعتقد ده الأول أساساً ليه في حياته كلها لأنه كان في أمبي نجم أمبي في الزمالك هو كان جاي بلعب في 4-3-3 بتاعت جوزالدو فرارة أو 3-4-3 بشكل مختلف خالص عن 4-2-3-1 اللي بتحتاج التزام دفاعي كبير الأربع نقطة دول كانت أربع نقطة رئيسية مهمة جداً ليه الزمالك في الفوز النهاردة طبعاً النقطة الرابعة كانت مرتبطة بالنتيجة بتاعت برامة خدمة الزمالك في السباق بتاعت دوري أبطال أفريقيا والعودة ليه الواجهة والنقطة الأخيرة كانت متعلقة بعبد الشافي سوبر رسالة من عبد الشافي لجميع لعب الزمالك ده الكابتن ده الرول موديل ده النموذج ده اللي تعمله زيه ده اللي تتعلمه منه ده اللي تتحركه وراه خمس حاجات كسبها الزمالك النهاردة من الفوز على فريق فيوتشر قبل ما نتكلم فيهم عن التاكتكس طيب قبل ما نتكلم عن التاكتكس كمان فيه سؤال مهم هل الزمالك رجع؟ يعني خلاص نقدر نقول كده أن بداية الطريق ده الزمالك هيفوق وهيفوز وهيفوت في الحديد في الفترة الجاية في الحقيقة عايزين هنا نقف واقفة ماتش النهاردة ماتش استثنائي شوية ماتش مع فريق بيهاجم بيمسك كورة بيفتح خطوطه بيفتح مساحات عايز يبني اللعب على الأرض ماتش مع فريق فاتح الملعب قوي وبالتالي الزمالك لازم يبقى فاهم كويس أنها انطلاقة مهمة أن فيه خمس مكاسب اتحققت لكن ده مش آخر الطريق جمهور الزمالك لازم يستوعب أن فيه مباريات هيلاقي فيها فرق وقفة عشرة وراكورة فالدنيا هتبقى فيها أصعب لازم ساعتها الزمالك يبني اللعب حاجة لسا الزمالك مش عارف يعملها كويس لازم الزمالك يتحرك على أنه يفتح الملعب أحسن من كده ويقطع بسرعة لعيبته أكتر من كده داخل منطقة الجزاء حاجة لسا لعيب هم تعملهاش كويس لازم إمام عشور وأحمد سيد زيزو يتصرفوا زي كأنهم فرودة داخل منطقة الجزاء حاجة لسا الزمالك ما بيعملهاش كويس إمام عشور ما بيعرفش يلعب بالهد بضيع كورة النهاردة سهلة كانت ممكن تتحول لجول أحمد سيد زيزو شرحه فبالتالي دول ثلاث نقط لسا أسامة نبيه لازم يشتغل عليهم مع الياقة البدنية لأن المواتشاط هتبتدي تتري الصورة بعض فتبتدي تبقى الشغل التكتيكي واللي هيشتغل أسامة نبيه قليل فبالتالي أنه يعلم اللعيبة بتاعته زي إمام عشور ويوظفه في المركز بتاع صناعة اللعب قدام فريق متكتل مختلفة زي بالضبط البودلة لأن البودلة بتاع الزمالك مسافة بعيدة عن الأساسيين بتاع الزمالك الحاجات دي كلها هتاخد وقت بأسامة نبيه عشان يشتغل عليها فلو الأمور ما فضلتش ماشية زي ماتش فيوتشر ما تقلقوش كجمهور زمالك لأ اصبروا على الراجل لو انتوا اقتنعتوا كإدارة وكجمهور أن ده الراجل اللي يتزق وراه لأن ما فيش حاجة بتتبني بين يوم وليلة والزمالك صحيح عمل ريستارت وقدر يكسب فيوتشر بس ده أول الطريق مش آخر الطريق مش نص الطريق حتى ده أول الطريق خليكوا تفتكروا حاجة مهمة قوي ريكاردو سوارش لما جي الأهلي عمل ماتش مع فيوتشر تاريخي والجمهور قاعد يقول إيه والإعلام قاعد يقول إيه ماتش من ريح تريني فييلر المباراة دي فييلرية صح فاكرين الكلام ده مانويل جوزي قد عاد برتغالي بقى لكن النتيجة كانت إيه فيوتشر وضع مختلف فيوتشر فاتح الملعب ميديك فرصة إنك تعمل ماتش هيكتور كوبر وأسامة نبيه النهاردة عمل شرط تاني هيكتور كوبر وده مش عيب لكن في نفس الوقت انت في العادي مش هتلعب الماتشات دي في العادي انت هتلعب فرق واقفة متكتلة عشة وراكورة كرة تانية والتحمات والماتش بدني وهكذا الطريقة بتاعت 4-2-3-1 مناسبة للزمالك بس أي حاجة في الدنيا محتاجة لوقت وأسامة نبيه زيه زي أي حاجة في الدنيا محتاج لوقت تعالوا نتفرج بقى على المباراة تكتيكياً كده ونشوف مشيت إزاي والمكاسب الرئيسية اللي طلع بيها الزمالك واللي عددناها تعالوا نتفرج عليها تكتيكياً فعلاً كانت ماشية إزاي خلينا نفطر بأن الزمالك هو اللي كان لابس التيشرت الأزرق وفيوتشر هو اللي كان لابس التيشرت الأحمر فيوتشر كان بيلعب بما يسمى كده الطريقة بتاعت الكريسمس تري الطريقة دي كانت من أكتر الطرق اللي كارل أنشيلوتي بيستخدمها هو ماسا كميلاً اللي هي أربع مدافعين قدامه ارتكاز على اليمين واحد على الشمال واحد واتنين هم يصنفوا في الأصل زي كأنهم اتنين صنع ألعاب بس عليهم أعباء إضافية كريم ندفد اللي بيتحول لزي كأنه حمدي فتحي بتاع علي ماهر اللي هو الراجل اللي من نص الملعب اللي بيعمل الأدوار بتاعته الدفاعية لكن كمان بيزيد داخل منطقة الجزاء ويخبط بجسمه واللعيب الثاني عبد الكبير الوادي اللي ساعات يفتح الملعب على الشمال أو يفتح الملعب على اليمين وكريم ندفد هو اللي يتحول زي كأنه مهاجم تاني فالخطة بتتحول لما يشبه كده يعني من الناحية دي وجو نصني يفتح أو من الناحية التانية وباسم علي يفتح الملعب ده الشكل اللي علي ماهر كان عايز يعمله شكل معقد شوية مركب شوية بس علي ماهر قدر أنه ينفزه في أكتر من المباراة سابقة الزمالك في المقابل زي ما قلنا استغنى عن أربعة تلاتة تلاتة بإنه حط عمر السيسي جامدونجا إمام عشور هنا سيفديني الزيري وزيزو ومصطفى الشلبي طيب النقطة الأولانية عمر السيسي هو لعيب قوي فايتر مقاتل وبالتالي هو ارتاح في المكان ده عمر السيسي مع جوزولدو فريرا كان بيلعب هنا كان هو اللي بيوصل الكورة للمجموعة دي وهو ضعيف جدا في بناء اللعب ضعيف جدا في التمرير للأمام وبالتالي الزمالك كان محتاس في طريقة بتاعة جوزولدو فريرا الرجل قال له لأ أكش دعوه بالحاجات دي دونجا أنت المسؤول عن الكلام ده وإمام عشور أنت صانع الألعاب الشكل العام للزمالك كان كويس بس كويس إمتى كويس وإنت بتضغط على فريق فيوتشر لأن فريق فيوتشر زي ما اتفقنا عنده طريقة لعب عايز يخليها طريقة مركبة فباسم علي لما بيزيد بالشكل ده غنام محمد هو اللي بيلعب الدور بتاع لعب الارتكاز اللي بيخش يحمي الدايرة غنام محمد هو اللي عامل غلطتين يعني عامل الغلطة الأولانية والغلطة والكورة التانية هو كان موجود هنا فصيف الدينو الزير يستغل الدرباكة اللي موجودة بتاعة غنام مع مرعي فبوزوا على نفسهم لأن مرعي كان فتح الملعب وراء باسم علي غنام كان واقف هنا مسألة عملت لخفانة جمدة جداً عند فريق فيوتشر في قدر يستغلها بامتياز سيف الدينو الزيري وبالتالي التركة اللي عملها علي ماهر هي كانت تركة تبدو خلوة على الصبورة بس تنفذها بسبب أنه ما كانش في أفضل حالة ليه غنام محمد كانت النتيجة سلبية للغاية على الفريق واتكلف بهدفين بسبب الإصرار بتاع سيف الدينو الزيري ورأيته في أرض الملعب ده الشكل اللي ابتدى باللعب وزي ما اتفقنا كده إن لو مصطفى شلبي هو اللي فتح الملعب أحمد سايز جيزو مهاجم تاني وجالت لكورة بالفعل بالهد كان ممكن يسجل منها جون إمام عشور بيتحول لمهاجم تاني في أوقات وهكذا طيب لكن يظل زمالك وهو بيطلع بالكورة كان عنده مشكلة إيه هي المشكلة؟ إن فريق برامدس كان زاكي في إنه كان بيوقف واحد لدونجا كريم ندفت كان دوره دونجا انت برى اللعب فالنتيجة إيه؟ إن قلبين الدفاع دول ما عندهمش غير عمري السيسي يلعبوا الكورة ليه مروم وحسن بيضغط على واحد يفصل بينهم فيبقى قلب الدفاع ما عندهش حل طبعاً يمور عليه رقابة برضه وعليه ضغط من الوينجليفت فيكون النتيجة أو حتى جونسون لأن ما كانش فيه مشكلة إن جونسون يطير لأن فيه عدد من لعبة الارتكاس تحمي أحمد سيد زيزو كان واقف بالشكل ده وجونسون طاير واخد المساحات الزيادة وبالتالي هو جونسون أو لو جونسون هو الوقف لزيز ولعب الارتكاس اللي هنا واخد الفكرة بتاعت إن إقطع الكورة أول ما توصل لعمر السيسي فعمر السيسي يستلم الكورة يغرق بيها طبعاً لأن إمام عشور متقدم في مساحة قدامانية مش بيرجع يساعد فيه بهنا اللعب فانت بالتالي ما عندكش غيردونجا بس اللي بيطلع الكورة من اللعيبة دي وهنا كانت الأزمة الرئيسية بس هنا دخل دور البطولة لمحمد عبد الشافي محمد عبد الشافي لعب دور بطولي في الحتة دي بأن محمد عبد الشافي عنده خبرة محمد عبد الشافي بيلعب عقله ما بيلعبش باللياقة بدنية بس يعني مش الفكرة عند عبد الشافي إنه موظف طاقته اللي هي أقل من طاقته الحقيقية طاقته الحقيقية زمان لما شفنا عبد الشافي 2010 ومارش مصر والجزائر طاقت عبد الشافي المية في المية دي دلوقتي بقيت 40% أو 30% من الطاقة حكم تقدمه في العمر بس استخدامه للثلاثين في المائة عارفين الزرار بتاع التليفون لما تشحني قل فالموبايل يقولك بيقولك ايه تحب اعمل لك اعدل لك الحاجة وقفلك النور شوية وقفلك الابليكيشنز اللي بتسحب بتري اعمل لك الحاجة اللي تعيش لك الثلاثين في المائة دي فترة اطول ده عبدالشافي عبدالشافي اول ما شاف المشهد كده ولقى الزمالك مزنوق عبدالشافي اوتوماتيك ليه واعتقد انه دي من جير تعليمات هو بقى بيخش يستلم كرة من القلب وعلى فكر دي حاجة اللي فرقته عن نمار يعني برغم ان نمار صغير في السن لكن عبدالشافي لما كان بيضغط عليه من عبدالكبير الوادي عبدالشافي كان بيخش يستلم كرة من القلب من حسام عبدالمجيد ياخده كرة وعبدالكبير الوادي ما بيجريش وراء الله ان عبدالكبير الوادي ما عندهش واجب دفاعي ولا قدرة دفاعية جيدة فعبدالشافي بيطلع ويسنك ويرتب بقى أموره مع مصطفى شلبي ويخش معهم إمام عشور فالدور للهجمة ده الدور البطولي اللي عمله محمد عبدالشافي المخ يعني الإشارة لسوارها سامي دينش زيري بعد المباراة وقال أنا شغلت عقلي بصراحة هو الأكتر واحد شغل عقله هو محمد عبدالشافي في أرض الملعب ودي حاجة محتاجة يبوص عليها نمار لأن نمار لسه بيحاول يتعلم يبقى كينين في 4-4-2 طيب في الشروط التاني حاول طبعا علي ماهر يعالج الأزمة بتاعة عبدالكبير الوادي وباسم علي بأنه هو ينقل عبدالكبير الوادي أكتر للعمق ويفتح الملعب واحد من لعبة الارتكاز ويبقى مهند لاشين بدل ما مهند لاشين بيغطي المنطقة دي مهند لاشين يفتح أكتر الملعب ويبقى مقام من الجبهة بتاعة باسم علي الفكرة أنه فعلا فيوتر ميسك الكرة كويس فريق فيوتر ميسك الكرة بشكل جيد جدا بس هنا أسامة نبيه ما كبرش وأسامة نبيه ما كانش عنده الحتة بتاعت بقولكوا إيه أنا جاي يستعرض لأ أنا جاي أكسب ودي حاجة تحترم في الراجل أنا عارف أن هي هترفع عليه البار وهتخلي الناس كلها مستنيها يكسب ومستنيها يلعب كورة ومستنيها يعمل حاجات تانية وببداية قدام فيوتر مكحة فأنت محتاج اللي بعدها يبقى ناجح والي بعدها يبقى ناجح بس عموما أعتقد أن الفوز هيدي ثقة للعيبة وهيديهم نفس يخليهم قادرين أنهم يشتغلوا بشكل كويس وثمن به عمل إيه؟ وثمن به قال لإمام عشور وجبته الكاميرا وهو بيشاور على التلاتة وقال لإمام عشور أنت موجود ناحية اليمين إمام عشور ساب مكانه كصنع لعب راح لناحية اليمين بقى دونجة عمر السيسي أو عمر السيسي دونجة أيا كان التركيبة على حسب يعني الأدوار بتاعة اللعيبة بتاعة فريق فيوتشر بس في النهاية كان التأمين جيد جدا حصل أن فيوتشر وصلت له الكورة مرتين على حدود منطقة الجزاء تحديدا عن طريق مصر ماهر صح؟ يمكن ناس كتير تقول على فكرة لو ناصر عرف يشوت الكورة بشكل أقوى كان ممكن جدا فيوتشر يتعادل حقيقي لأن الرزق اللي أخده أسامة نبي إحنا بنحيي عليه صحيح لأنه هو نجح في الآخر كنتيجة لكن في النهاية هو الرزق إنما ما غلطش ولا غلطة وماكيش فرقة ما بتغلطش ولا غلطة فزي ما الزمالي غلط دفاعيا مرة أو اتنين ففريق فيوتشر غلط هجوميا مرة أو اتنين وماقدرش يستغل الكورة اللي حصل كان وقتها إن الدفاع كل ما بيتلقى هجمة وكل ما بيتدور عليه اللعبة أكتر وكل ما بتمسك عليه اللعبة أكتر الدفاع كان بيرحل لورا فبالتالي بديتخلق جبات بينه وبين وسط الملعب كان بيستغلها ناصر منها الرص ناصر ما كانش لاقي من زميله اللعبة اللي عندها القوة في دخول منطقة الجزاء وإنه هو يتصرف بالذات مع التمييز الكبير لرباعي دفاع الزمالك اللي لعبه على القلب والدور الكبير اللي عمله أحمد سيد زيزو ناحية اليمين ومصطفى شلبي ناحية الشمال وبعد كده بقى دخل عمر جابر وهكذا صارت المباراة إلى برى الأمان بالنسبة للزمالك بس زي ما اتفقنا إزاي هتبني اللعبة لما يرقبه لك دونجا دي نقطة قسمنة به لازم يشتغل عليها اللعبة البودلة مستهم بعيد أو يعني الأساسيين تحديدا يعني دلوقتي انت عندك أكتر من لاعب وسط الملعب انت لسه مش عارف هيحصل إيه مستقبله أبرزهم طبعا إمام عشور هيحترفه إلا لأ نقطة الثالثة ان فيه لعبة صحيحة الخطة مريحة بالنسبة لهم بس هما محتاجين يتطوروا في المراكز دي أبرزهم بالنسبة لي نيمار ناحية اليمين لأنه في العادي هو بك يمين بتاع 3-5 و 2 وإمام عشور كصانع لعب لأنه لسه ما خدش كتير في المكان ده اشتغلوا قبل كده مرات قليلة بس مش على عدلته مش على عدلة راحته والله أعلم هو فيعلى مكمل ولا لا ولو مش مكمل مين اللي هييملة المكان ده دي الحاجات التكتيكية اللي تخص تريق الزميالك في مباراة فيوتشر طيب تعالى بقى ننتقل إلى أحمد قندوسي ونشوف الصفقة دي مفيدة للأهلي بدرجة إيه طبعا النقطة الأولانية الناس بتسأل هو قندوسي جه ده معناها إن إحنا كده مش محتاجين مهاجم لأ أنت كنت محتاج مهاجم بس يبدو يبدو إن الإدارة فكرت بطريقة إن أنا مش هجيب مهاجم وخلاص أنا عايز لما أجيب مهاجم أجيب مهاجم يعيش العمر كله يعني اللي هو إحنا هنشتغل بطريقة ودي على فكرة طريقة كل أنديت العالم دلوقتي بتتبع هجيب صفقة الصفقة دي لازم تبقى في المليانة لازم تبقى نكحة لازم تبقى إضافة أعلى من اللي عندي يمكن اللوم على إدارة في الملف بتاع المهاجم إن الإدارة المفترض تكون عارفة ده كويس من الصيف لكن يمكن لأن كل حاجة مرتبطة في الأهلي بالمدير الفني فالمدير الفني كان عليه من الأعباء ما يغلب على قدرته على اختيار المهاجم المناسب في التوقيت المناسب خاصة وإن صفقات يناير أصلا صعبة لأن كل الفرق المكانة دايرة فالمهاجم اللي أنت تقدر تجيبه هتدفع فلوس أكتر من ثمن والحقيقي علشان قطر تغري النادي بتاعه إن هو يسيبه لأنه لو لعيب مهم أو لعيب مش مهم وإنت هتحاول تلمعه الأهلي قرر أنه يبعد عن اللعيب اللي مش مهمه أو اللي هتحاول ألمعه إلا لو لعيب صغير في السن تحت السن يعني إنما لو لعيب كبير يبقى لازم اللعيب ده يكون في التمانيات في الجون نشان وبالتالي قرر الأهلي إيه إنه ما يخش الشي يدفع فلوسه وخلاص مش هنحاول نداري الموضوع بإن إحنا نجيب لعيبه وخلاص لأ هنحاول نعتمد على الموجودين وجاب قندوسي طيب قندوسي مستو إيه تعالوا بقى نركن الفريق الأزرق على جنب ونبص على عدل في الأهلي دلوقتي شكلها عامل إزاي في وجود قندوسي ده شكل الأهلي في الوقت الحالي يوقع بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة مضبوط بالمنظر ده ده الشكل بتاع الأهلي حلو قندوسي بيلعب في المكان ده أو في المكان ده ساعة كان بيلعب وينجليفت بس قليل أغلب الوقت هو بيلعب في المكان ده بيلعب في لاعب ارتكاز المساند يعني بيهاجم بقى رجله شغلة أشول فبالتالي هو ممكن يلعب هنا أو ممكن يلعب في المكان ده الفكرة فين؟ الفكرة أن الأهلي بقى معتمد على أن بيلعب في آخر مبارتين سموحة والزمالك والاتنين مشوا بشكل ممتاز بلاعب ارتكاز واقف قدام المدافعين لعب ارتكاز بيزيد للمنطقة الأمامية وواحد تاني بيغطيه بيربط اللعب مع الأجنحة زي مجدي أفشة في المباراة بتاعة الزمالك الدربي اللي فاز فيه الأهلي بثلاث أهداف كندوسي مميز جداً في الحركة بدون كورة يعني الراجل لما تتفرج على مطراته هو واحد من اللاعبين اللي بيسلم ويتحرك ويسلم ويتحرك عنده رتم سريع عنده قوة بدنية كبيرة وبالتالي وعنده قدرات كويسة يعني تحس أنه بيستغل سرعته في المهارة يعني بيفوت يحط الكورة يستلمها كويس ويلف بيها يحطها بين رجلين واحد مش دايماً بيعدي بيها عنده جزء استعراضي زيت شوية محتاجي إلي عنده سرعة في التمبو بتاعه أسرع من أن نحن نسميه عمر الثلية يعني عمر الثلية كلاعب لا التمبو بتاعه أهدا كثير فبالتالي هو عمر الثلية ومجدي أفشة هم اللي ممكن مسلاً ياخدوا الدور ده حمدي فاتحي وقندوسي هم اللي ياخدوا الدور ده حمدي فاتحي وقالي وديانج هم اللي ياخدوا الدور ده وتبقى دي التأسيمة بتاع خط وسط الأهلي في الفترة الجاية برضو قندوسي ممكن ياخد الدور بتاع أحمد عبدالقادر فيبقى مساند للجابهة دي ويبقى أنت عندك كريستو واخد الدور مع حسين الشحات طهر محمد طهر برضو موجود في الحسابات واعتقد أن انت ممكن تبتدي تبص على برونو سافيو زي ما بصيت على بارشيته كمهاجم والفكرة أن مع 4-3-3 بالمناسبة المهاجم ينفع يكون المهاجم اللي هو الفولس 9 اللي هو المهاجم اللي بينزل علشان خاطر اللعيبة التانية تاخد مكانه في منطقة الجزاء يمكن في 4-2-3-1 لما برونو سافيو لعب كانت فيه مشكلة أنه برونو سافيو مش قادر ينزل لأنه فيه صانع علعب موجود فبالتالي فاشل برونو سافيو في أنه يقنعك أنه هو مهاجم إنما ممكن برونو سافيو في المساحة الواسعة دي يملاها بأنه ينزل يستلم الكورة ويربط الخطوب ببعض زي ما باش سيتعب المناسبة عمل في ماتش غازل المحل اللي بتفتكره كان دايما بيبقى كونيكتد بيخلي الفرقة متصلة عارف أنت في التليفون أنا عم لا أضرب أم سلمة النهاردة كثير على التليفون بس عارف لما يبقى الواي فاي شغال معك كويس الواي فاي شغال كويس لأنه لقيت شبكة الرجل اللي بيلقوا الشبكة بين قط الوسط والمهاجمين الراوتر بتاعك ممكن أوي يبقى برونو سافيو زي ما ممكن يكون بيرسي تاو ويكون محمد شريف نوعية مختلفة معاهم بيلعب مهاجم صريح وشادي حسين نفس الموضوع ويبقى هو ده الشكل بتاع الأهلي لكن في النهاية قندوسي لو عايزين تقربوه من حد أعتقد أن أقرب مسأل جاي على دماغي مش عارف ليه هو شبه حسن مصافا فيما يخص القوة البدنية السرعة الدفاع الانطلاق السرعة في الاحتفاظ بكرة وجاري بيها حسن مصافا بالمناسبة لو تفتكروا مع ماركو تارديلي الناس الكبيرة شوية تفتكر أن حسن مصافا حينا كان بيلعب وينجليفت مع ماركو تارديلي وحسن مصافا مشاريع شوية بالمناسبة بس هو كان بيلعبه علشان خاطر كان جاري وبالكرة كويس وعنده سرعة كبيرة عنده احتفاظ جايد بالكرة ومهارة فكان بيحط حسن مصافا في الحتة دي فعشان كده يمكن ده اللي جاه في دماغي وأنا بتفرج على الأب قندوسي إنه على الوينج هو عنده حرفان أو سرعة فعشان كده أحيانا بيستخدموه لكن هو أغلب الوقت بيلعب في القلب علشان يسلم ويستلم 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 ويتحرك بين الخطوط وبيشوت كويس قوي وبيشوت كويس قوي لما الكرة بتيجي على رجله الشمال رجله اليمين شوية لسه مقطوع يعني من الحاجات اللي شفت هاله إنه لما بيحتاج وقت عشان يحضر كرة على رجله من رجله اليمين للشمال بتضيع الفرصة لو محتاج يشوت بيمينه ما بيفكرش بيحاول يعدلها على شماله فبتضيع الفرصة بس لو الكرة جاي على شماله مسترياحة أو قادر إنه يرقص ويحط الكرة على شماله بشكل مستريح بيجيب أجون على طول فيمكن هي دي المميزات بتاعة كوندوسي اللي هيشارك مع الأهلي بعد كاس العلم للأندية وطبعا أنا مش هتكلم بقى عن كنت إنه هو أتكلم معاكو عن الدور الأسباني بس بما إن رجال ما ليتعادل هعمل نفسي شو خبالي كنت إنه هو أتكلم معاكو عن الدور الإيطالي بس بما إن مورينيو اتغلب من نابولي بعد عيد ميلادو الستين فبرضه مش هتكلم عن الدور الإيطالي وهشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله شكرا